رحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الغايات الكبرى لنظام التربية والتكوين يسعى نظام التربية والتكوين في ضوء المرتكزات الوطنية الثابتة المنشر إليها في الاختيارات والتوجهات الكبرى إلى تحقيق الغايات الآتية أولا تكوين المواطن المغربي المتصف بالاستقامة والنزاهة المتسم بالاعتدال والتسامح الشغوف بطلب العلم والمعرفة في أرحب آفاقهما والمتوقد الإطلاع والإبداع والمطبوع بروح المسؤولية والمبادرة الإيجابية والإنتاج النافع يعني مجموعة من الصفات والخصال اللي بغينا هاتو فرف المتعلم ديانا تانيا تنشئت المتعلمات والمتعلمين على الثوابط الوطنية المتمثلة في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديموقراطي وعلى الرغبة في المشاركة الإيجابية في الشئ العام وعلى الوعي التام بواجباتهم وحقوقهم والتمكن من اللغة العربية والقدرة على التواصل باللغة الأمازيغية مع الانفتاح على اللغة الأجنبية والتشبع بروح الحوار وقابول الاختلاف وتبني الممارسة الديموقراطية في ظل دولة الحق والقانون ثالثا المحافظة على أصالة النظام الطربوي الوطني المتجذر في الترات الهضاري والتقافي للبلاد بتنوع روافده المتفاعلة والمتكاملة والعمل على تجديده وضمان إشعاعه المتواصل بالنظر لما يزخر به من قيم خلقية وثقافية ثالثا المحافظة على أصالة النظام المغربي ربيعان الإسهام في حيوية نهضة البلاد الشاملة القائمة على التوفيق الإيجابي بين الوفاء لأصالة الموروث والتطلع الدائم للمعاصرة وجعل المجتمع المغربي يتفاعل مع مقومات هويته في انسجام وتكامل وفي تفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية وما فيها من آليات وأنظمة تكرس حقوق الإنسان وتدعم قرامته خامسا الارتقاء بالبلاد في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والإسهام في تطويرها بما يعزز قدرة المغرب التنافسية ونموه الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في عهد يطبعه الانفتاح على العالم يعني هذه هي الغاية الكبرى للنظام التربية والتكوين يعني أشبغينا من هذا المتعلم وهذا المتعلمة في المستقبل يكونوا يكونوا واحد المواطنين صالحين متبعين مجموعة من الأخلاق الدينية والقيم الوطنية وحب الوطن الدفاع الوطن التسامح لإنفتاح الغير التعايش مع الغير يعني واحد المتعلم اللي يكون عنده واحد الحص نقدي واحد الذكاء متعدد في مجموعة من المجالات وشكرا لكم وبالتوفيق للجميع إن شاء الله اشتركوا في القناة